السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم ما زلنا نرد على عدنان إبراهيم ونكشف أكاذيبه وتدليساته واستشهاداته واستدلالاته بالأحاديث المكذوبة والضعيفة والمنكرة ليقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي بني أمية تعالوا نسمع أولا ماذا قال عدنان إبراهيم ثم نرد عليه بإذن الله لا زلنا مع حكاية الإمام أبي عمر الأوزاعي إمام أهل الشام رضوان الله عليه يقول ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق وتبرأنا منه وأخذ علينا بذلك الطلاق والعتاق وأيمان البيعة الله أكبر قال فلما عقلت أمري سألت مبخولا برضو إيه الإمام الشام الشهير ويحيى ابن أبي كثير وعطاء ابن أبي رباح وعبد الله ابن عبيد ابن عمير فقال هكذا فقال لا ندري من الذي قال منهم لعله الآخر أو لعله لا ندري ليس عليك شيء ولعلها فقالوا حصل فيها أي تصحيف لكن هكذا المطبوع هنا فقال ليس عليك شيء إنما أنت مكره أعطوه رخصة فلم تقرعيني حتى فارقت نسائي فارق سأقول وأعتقت رقيقي وخرجت من مالي وكفرت أيماني فأخبرني وأحد يقول لي والله هذا عظيم الإمام هذا فبعا عظيم هذا الإمام له زاعي رضو الله عليه هذا إمام عظيم لأنه يعلم يعلم أن سبه لعلي وباراته من علي عين الكذب إذن زوجته طالق ومذلك أخذ عينه إيه الطلاق والعثاق وإمام البيعة كل هذا باطل ولكن فعلا باطل فأتسب علي يا بني ومية تردون إيمان الإمام الأوزاعي أن يسب علي إيمان كل أحد ويتبرأ منه قال فطلقت نسائي أعتقت عبيدي خرجت من كل مالي عشان تطيب نفسي رضو الله عليه وكفرت أيماني وأحد يقول لي معناها مين الأعظم صار سفيان الثويلي والأوزاعي ماش الأوزاعي سفيان لسه ونحكي القصة العراقي قال له وين أنت يعني تماثل الأوزاع بسفيان قال له لا لا هذه قصة الأوزاعي فأخبرني سفيان كان يفعل ذلك مستحيل لو قضعت رأسه سفيان الثويلي لا يفعل من الأول لا يفعل ما لا بده عضاء ولا بده أي شيء وفعلا سفيان لقي أي من هؤلاء من بني العباس ومن قبل من بني ومية لقي الأمرين رضي الله عن سفيان وأرضاه فأقول وبالله التوفيق أن من لاحظ منكم عدنان وهو يقرأ أنه كان يقرأ من كتاب سيري أعلام النبلاء وهذا الكتاب أمم حضرتكم على الشاشة الجزء السابع صفحة رقم مية وثلاثين قال الإمام الذهبي قال أبو فروه وهو يزيد ابن محمد الرهاوي سمعت أبي يقول قلت لعيسى ابن يونس أيهما أفضل الأوزاعي أو سفيان فقال وأين أنت من سفيان قلت يا أبا عمر ذهبت بك العراقية الأوزاعي فقه وفضله وعلمه فغضب وقال أتراني أؤثر على الحق شيئا سمعت الأوزاعية يقول ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق وتبرأنا منه وأخذ علينا بذلك الطلاق والعطاق وأيمان البيعة إلى آخر الرواية ونفس الرواية ذكرها الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه تاريخ الإسلام طبع الدار الكتاب العربي الجزء التاسع صفحة رقم ربعمية سبعة وتسعين والسؤال هل هذه الرواية التي استدل بها عدنان إبراهيم رواية صحيحة أم لا إحنا هنحاكم هذه الرواية لمقاييس ومعايير عدنان إبراهيم نفسه عدنان إبراهيم نفسه حينما كان يستدل بإحدى الروايات ذكر أنه سيحاكمها لعلم الجرح والتعديل وعلم الحديث سنأتي بالكتاب والسند ونحاكم السند لعلم الجرح والتعديل حديث صحيحة فنحن سنطبق المعيار الذي ارتضاه عدنان إبراهيم بنفسه على هذه الرواية الإمام الذهب يقول أبو فروة يزيد ابن محمد الرهاوي فمن هو يزيد ابن محمد الرهاوي تعرف نفتح كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري ويليه كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي طبع الدار المعرفة صفحة رقم مئتين اتنين وخمسين طبعا ده كلام النسائي عن يزيد ابن سنان وكنيته أبو فروة ترجمة رقم ستمية وخمسين قال الإمام النسائي يزيد ابن سنان أبو فروة متروك الحديث يبقى الراوي الأول لهذه القصة شخص متروك الحديث طبعا متروك الحديث ما ينفعش أننا أخذ منه رواية يزيد ابن سنان يروي هذه الرواية عن أبيه قال لا سمعته أبي فمن هو أبوه تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله طبعة مؤسسة الرسالة صفحة رقم ربعمية سبعة واربعين ترجمة رقم ستة 1399 محمد بن يزيد بن سنان الجزري أبو عبد الله ابن أبي فروى الرهاوي قال ابن حجر ليس بالقوي القصة ساقطة الإسناد فهل تصلح مثل هذه القصة للاستدلال كما فعل عدنان إبراهيم إن كان عدنان إبراهيم حاكم هذه الرواية لعلم الجرح والتعديل وعلم أن يزيد بن سنان وأباه محمد بن يزيد ضعيفان ويعلم أن الرواية ضعيفة ومع ذلك نقلها للناس دون أن يبين ضعفها فهو مدلس مخادع يخدع مشاهديه وإن كان لا يعلم فهو جاهل وفي الحالتين لا يحق له أن يتكلم في مثل هذا الكلام الإنسان إذا كان مدلسا ومخادعا أو كان جاهلا لا يحق له أن يتصدر لتعليم الناس فإن هذه مسؤولية عظيمة لأن هذا الكلام الذي سيقوله هذا الشخص للناس سيصدقه الناس ويعتقدون أنه قد حدث وهذا الكلام باطل والناس سيصدقون هذا الباطل فيكون ذلك في ميزان سيئاته يوم القيامة تعالوا نفتح صحيح الإمام مسلم طبع الدار طيبة صفحة رقم 9 قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء بمعنى أن أي إنسان ممكن يتكلم لكن كيف أعرف هل ما قاله هذا الشخص صحيح أم غير صحيح إزاي عرفها؟ أعرفها عن طري الإسناد أنظر في الإسناد فإذا كان الإسناد صحيحا موافقا لشروط قبول الرواية عند العلماء أخذنا به وصدقناه وإذا كان الإسناد مخالفا لشروط الرواية عند علماء الحديث رددناه ولا نقول به وقال عبد الله بن المبارك بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد هذا الكلام الذي نقوله أسس عليه هذا الدين دين الإسلام دين أسانيد سواء كان قرآنا أو سنة أو حتى أقوال الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين كل شيء عندنا بالإسناد فإذا كان عدنان إبراهيم وأتباعه يرون أن الإسناد ليس من الدين أو أنه شيء تافه ولا قيمة له فنقول أن هذا المنهج ليس هو المنهج الإسلامي الصحيح وليس هو الدين الذي ارتضاه رب العالمين للناس تعالوا نفتح سير أعلام النبلاء اللي بيستدل منه عدنان على الرواية الجزء التاسع صفحة رقم 188 وقال محمد بن عبد الله بن عمار قال يحيى بن سعيد لا تنظروا إلى الحديث لما يكون أمامك رواية لا تنظر إلى متن الرواية إذن ماذا نفعل ولكن انظروا إلى الإسناد فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد بننظر في السند صح السند أخذنا به وإن لم يصح السند لا نأخذ به كلام واضح كلام صريح وعلى هذا اتفق أئمة الإسلام فهذا المنهج الذي يعتمد عليه عدنان إبراهيم وأتباعه لا نعرفه وليس هو من دين الإسلام في شيء منهج قبول الغث والسمين والمكذوب والموضوع والضعيف والمنكر والشاذ من الروايات هذا المنهج لا نعرفه في دين الإسلام إذن الرواية التي استدل بها عدنان إبراهيم في سندها رجلان ضعيفان ورحن أمة الإسناد لا نعترف إلا بالروايات الصحيحة وعليه نقول أن القصة التي رواها عدنان إبراهيم وانفعل وهو يرويها قصة مكذوبة باطلة لا نصدقها ولا يصدقها إلا من يصدق المكذوب والضعيف ومن يصدق المكذوب والضعيف يخالف كل علماء المسلمين وقبل أن أختم أحب أن أوضح أن بني أمية لم يكونوا يبغضون آل البيت ولم يكونوا يبغضون علي ولا الحسن ولا الحسين رضي الله عنهم أجمعين وبإذن الله عز وجل سيكون لنا حلقات في هذه المسألة هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة